ازايكم عاملين ايه يارب كلكم تكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين بمناسبة الشهر الكريم يارب يعود عليكم الايام بخير اللهم بلغنا رمضان جايبالكو شوية حاجات النهاردة لزينة رمضان حلوة اوي ومكان جميل اوي بصوا بقى المكان ده هو جنب بوابت المتولى على طول ودي كده دخلة الشارع هو اول محل على ايدك اليمين وهقول لكم انا رحت ازاي وصف سهل خالص مش هتتعبوا ولا هتمشوا هتركبي المترو لو جاية من اي مكان وهتنزلي محطة السيدة عيشة وهتركبي من قدام المترو توك توك وتقولي له وديني عند بوابت المتولى ده اول مكان عند بوابت المتولى هسيب لكم العنوان ورقم تليفونه للتواصل وهو كمان عامل صفحة على التليجرام وكمان بيوصل اولاين لغاية البيت اعمليلي لايك واشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني مع طمر حنة وقليلي رأيك ايه في الجولة بتاعتي هوريكو دلوقتي كل حاجة عنده بجد عنده شغل حلوة قوي والفينش بتاع الحاجة عنده حلو برضو لان في حاجات نزلة السوق كتير الفينش بتاعها مع جبنيش وكمان المكان مميز ان هو عنده كل حاجة لزينة رمضان من اول مغماطيس التلاجة لغاية المنظم اللي هو بتاع الرفايع والجزامة والحاجات دي هوريه لكو طبعا دلوقتي هنروح عنده هوريه لكو وهنا برضو عنده الحاجات دي كلها كل حاجة هقول لكو سعرها وهوريها لكو بالتفصيل انا بس بستعرض لكو كده الحاجة اللي في المكان بجد عنده كل حاجة وكمان احلى حاجة في المكان ان كل حاجة في مكانها ومنظمة مش هتخش تحتاسي وتلاقي زحمة وتجيبي من هنا ومن هنا لأ مفيش الكلام ده هو عنده يعني في كل استند كده عليه كل حاجة الحاجة زي ما انتو شايفين كده منظمة ومرتبة كده وده اللي عجبني في المكان وخلانا اصور عنده بجد المكان حلوة اوي يعتبر يعني احسن مكان عند بوابت المتولي وهو اول مكان عنده كل حاجة الفرع اللي انا ما اسكله هو الهلال والفنوس والنجمة ده اكبر حجم ده عامل 35 جنيه حلوة اوي محشي فيبر ده اكبر حجم هنا بقى الكياس الخطديات دي يا بنات عاملة 35 جنيه ده الحجم الكبير مش الزغير اللي فيه ترتر وعنده اللي هو السادة السادان اللي هو كلكوا عارفينه ب15 جنيه اما ده ب35 جنيه زي ما قلتلكم طبعا فيه الوان كتير زي ما انتو عايزين السطرة دي بقى حلوة اوي دكور ممكن تغديها كده بالبلتكانة بتاعتها هي متفصلة كمان يعني تغديها كده جاهزة عاملة 120 جنيه متر ونص في مترين ونص دي برضو المرايل بتاعة المبخ عاملة 25 جنيه حلوة اوي في منها الوان حلوة واشكال كل الاشكال هتلاقوها عنده بجد عنده حاجات حلوة اوي ويعني الحاجة عنده مميزة المفرش ده بقى ب35 جنيه تلاتة متر ونص ده بتفرشيه على الصفرة بتفرشيه على التربيزة زي ما انت عايزة يعني هنا برضو السواني دي الخامة بتاعتها عالية اوي ونوعية كويسة مش من السواني الرخيصة اللي هي نزلة دول تلاتة مع بعض كده خشب والايد بتاعتهم لونها دهبي الخامة بتاعتهم عالية اوي دول ب245 جنيه طبعا فيه ناس يعني بتحب الحاجات دي تقدم عليها مشروبات في رمضان هنا بقى يا بنات معنا الكف الكبير ده ده عامل 55 جنيه ده برضو مش شرط في رمضان بس ممكن تستغليه يعني في اي وقت وتحطيه كده جنب باب الشقة حلوة اوي وهو حجمه كبير والوانه كلها تحفة اللون الموف والفوشية في الاصفر بصوه الوانه كلها بجد حلوة اوي هم اتنين مسكين في بعض ب55 جنيه مش شرط في رمضان بس لأ بتستغليه برضو في الايام العادية عنده بجد حاجات حلوة اوي وهو بيقولي كمان الاخشاب اللي عنده ده شغلهم هم وهم اللي بيعملوه ده بقى يا بنات ده حلوة اوي مكتوب عليه رمضان كريم واللي للولاد كده يقروا قرآن ويصلوا ب35 جنيه حلوة اوي برضو وحجمه كبير من الزغير ده زيه عليه الفنانيس برضو ب35 جنيه حاجات ده حلوة اوي بتدي دكور في الشقة حلوة وبتدي فرحة كده للولاد جميلة اوي ده برضو ب35 جنيه الهلال وعم شك شك كده وبوجي وطمتم وقفين في البلكونة والهلال في ايهم هنا بقى الفنانيس ده حلوة اوي ب45 جنيه تحس ان هو منور يعني تحس ان هو فيه شمعة ايدة كده او نور بس هو الدهان بتاعه والفنش حلوة اوي وحجمه كبير عامل 45 ده برضو الهلال ده كده ب35 الهلال اللي تحت ده ب35 جنيه اللي هو المخرم ده واللي هو الخشب العادي ب25 الطبالة هي دي بعشرة جنيه الواحدة وفيهم وخمستاشر معها يعني عصيتين كده بيطبلوا بيهم الولاد حاجة دي حلوة اوي بتفرح الولاد في البيت وانتي برضو تغيري من موضي كده وتجاهزي الرمضان كل سنة وانتي طيبة المخدة دي بنات عاملة خمسة جنيه محشية فيبر وفيها جميع الاشكال بصوا شكلها حلوة اوي دي برضو المريالة متبطنة حلوة اوي متبطنة كده فيبر ب25 جنيه المخدة دي بقى يا بنات برضو محشية فيبر ب15 جنيه بالحشو بتاعها حلوة اوي برضو عليها بوجي وطمطم وكل اشكال رمضان ده برضو الفرع اللي فيه فانوس وهلال ونجمة ب25 جنيه ده الحجم الاصغر شوية هنا بقى اللي هو المشمع ده بكل الوانه المتر عامل 15 جنيه هو رصص لك كل حاجة انتي بتخشي هتلاقي الحاجة معروضة قدامك بشكل منظم هتنقل اللي انتي عايزاه والمتر عامل 15 جنيه ده طبعا بينفع تزيني بالبتجاز تزيني بالرخامة التلاجة بتحطيه كده مثلا زي الطابلوف المبخية دي منظر في اي مكان تعملي مفرش للسفرة مفرش للتربيزة فيه ناس برضو بتحب تقعد قعدة عربي تاخدي كده 2 متر او 3 متر حسب الحجم اللي عندك وتفرشيه كده كقعدة عربي برضو تفتره عليها يبقى حلوة اوي هوريكو برضو بقية الحاجة اللي عنده انا بجيب لكو الحاجة كده ايه بالترتيب ده برضو الكستر بتاع كبيات الشاي وده مغماطيس التلاجة العشرة مع بعض ده الحجم الكبير مش الزغير ب35 جنيه الاشكال المجسمة الحلوة دي فيه كل الاشكال بوجي وطمتم وعم شكشك وزيكو وكل حاجة يعني وفيه بكار وفيه رشيدة وفيه كل حاجة هم عشرة مع بعض بصر حجم الكبير ب35 جنيه الكستر ده عامل 7 جنيه فيه منه برضو اشكال كتير اوي عنده بصراحة تشكيلة حلوة اول زينة رمضان وكمان احلى حاجة عنده ان انت هتروحي هتلاقي كل حاجة من اول المغماطيس بتاع التلاجة للفوانيس اللي هي بتاعة ايكيا اللي انا ورتها لكم اي شكل من ده ب7 جنيه هنا بقى معنا الصواني اللي هي بتاعة التقديم معاها 6 كده كستر وبرضو عايزة تشيل الكستر وبتحطي بقى هنا كبيات كده في الدوريات دي وبتقدمي عليها كده حلوة اوي ودي عاملة 50 بدل وخمسة وخمسين برضو حلوة اوي اعمليلي بقى لايك واشترك في قناتي لو اول مرة تشوفيني وقوليلي ايه رأيك في الجولة بتاعت عشان ان شاء الله اعمل لكم جولات على طول هنا بقى الفوانيس بجميع الوانها واشكالها الحلوة وعلى فكرة الفينيش بتاحها حلوة اوي مش ما تلاقيش فانوس مجرح ولا تلاقي فانوس كده الباب بتاعه ملاخلخ ولا الكلام ده لا الفينيش بتاعه بجد عالي اوي بخمسين جنيه بس بصوا في ناس تقول لكم بخمسة وسبعين عشان الدهان بتاعه بصوا ده الدهان بتاعه عامل ازاي بجد الدهان بتاعه الفينيش حلوة اوي بخمسين جنيه هنا بقى الفانيس بكل اشكالها دي مستوردة مش مصري بيبدأ معاك من مية وعشرة لغاية مية واربعين جنيه اكبر حجم حسب الحجم اللي انت عايزي يعني اقل سعر فيه مية وعشرة ممكن تجيبي واحد تجيبي اتنين تزيني بهم كده برضو المبخ اه تحطي كده اتنين على الرفين على الرفوف الخشب برضو يديكي شكل حلو اوي في الشقة هنا بقى الاستندات الخشب دي بتاعه الاشخاص بوجي وطمتم وبكار والفانيس الواحد يعني الشخص اللي استند اللي عليه شخص بخمستاشر واللي عليه اتنين زي اللي انا حطى ايدي عليه ده بعشرين جنيه ده اعمل خمستاشر انا طبعا سجلتلكم بصوتي في البيت لاني الصوت التكاتك والعربيات ما كنتش هتقدروا تستحملوا الفيديو هناك الفرشة يعني هو المحل على الطريق مش كنتوا هتستحملوا ده بقى معينا العربيات بتاعت القطايف والكنافة والخروب والفول الواحدة الزغيرة بمية وعشرة والوسطانية بمية وعشرين والكبيرة خالص بمية وتلاتين جنيه يعني اكبر حجم بمية وتلاتين وعلى فكرة هي خشب وام يعني خشب ومعمولة بالقماش الطبال دي بقى اللي هي بخمستاشر جنيه اهي ودي بقيت اشكالها كميلي معايا الفيديو للاخر بجد في حاجات حلوة قوي الفيديو طول عليكم علش بس كنت عايزة استعرض لكم كل حاجة بصوا علاقة المفاتيح دي حلوة قوي البيت بتاع المفاتيح هو رفين مش رف وكبير من جوه وواسع والباب بتاعه كمان كبير والخامة بتاعته حلوة قوي مش الضعيفة اللي هي بعشرين وبخمسة وعشرين اني نازلة السوق لأ دا الحجم الكبير وفي خمسة هوكة اهو زي ما انتو شايفين حجمه كبير قوي بخمسة واربعين جنيه خشب بتاعه كمان تقيل قوي يعني يعيش معك العمب وتحس ان باب بتاعه كبير اني انت ماسك باب هنا بقى الرول دا يا بنات خمسة متر بخمسة وعشرين جنيه تزيني بيه البتوجاز تزيني بيه كده مفارش للتلاجة آآ تلزقيه على الرخامة تعملي فيه يعني بيه اي حاجة حلوة قوي الاضاءة عنده عالية اول مكان حلو بصراحة بس الاضاءة عكسة معايا مع الموبايل هنا بقى المخدات دي اهي اللي هي المجسمة دي بخمسة وتلاتين جنيه دي الفانانيس فيها جميع الاشكال برضو بتاعت رمضان وبتاعت فطوطة وبتاعت بكار وبجو طمطم فيها كل الاشكال الواحدة عاملة خمسة وتلاتين دول برضو يا بنات الواحد عامل اتناشر ونص بضل خمستاشر جنيه الباسكت والعياشة والصينية اي حاجة منهم عاملة اتناشر ونص بدل خمستاشر جنيه قولولو بس ان انتو جايين من طبع القناة هيعملكو خصم حلو قوي هنا بقى الفانيس الملونة دي دي خشب بس ملونة دي عاملة خمسة وسبعين جنيه والواحد حجمه كبير من الزغير ده عامل خمسة وستين جنيه اللي هو السادة الخشب في منه تلات اشكال في شكل تحت هوروه لكم ده بخمسة وسبعين وده بخمسة وستين دي اشكال السادة كلها بخمسة وستين حلوة اوي الملون ده حجمه كبير وبخمسة وسبعين الفانوس ده برضو بخمسة واربعين جنيه كبير اوي بصوا كبير اوي من الزغير والالوان بتاعته حلوة اوي بصوا شكله تحس ان هي زي الفوانيس بتاعت زمان الطبيعية والخشب تحس ان هو تقيل في ايدك في حاجات خمات نازلة السوق مش حلوة بجد اللي عنده الخمات حلوة اوي والالوان كمان احلى انا عمالة كده اشوف لكم برضو بقية الحاجة اللي عنده المخدة دي برضو عاملة خمسة وتلاتين جنيه هو فاردة هي بدل الكيس ده برضو المنظم اللي انا بقول لكم عليه ده تلات دوار القماش بتاعه اللي بيقول لي هو كان بيشرح لي دلوقتي كان بيقول لي القماش بتاعه اللي بيعملوا به المراكب شغل المراكب ده بتخسليه في الغسالة هيعيش معاك العمر اتى اللي هو تلات دوار بخمسة بمئة وعشرين جنيه بدل مئة واربعين بيقول لي يعني تشلي العصاية وتخسليه في الغسالة حلوة اوي وهيعيش معاك حطي بقى فيه في المطبخ تحطي جزامة تعملي يعني تحطي فيه مسلا الرفيع في المطبخ او جزامة او اي حاجة يبقى حلوة اوي معاك فانوس ده برضو اللي انا بقول لكم عليه انا باستعرض لكم برضو بقيت الحاجة تاني اهي نظرة سريعة كده شوفوا الحاجة ده عامل خمسة وتلاتين اللي هو الهلال اهو الهلال اللي هو الهلال بخمسة وتلاتين الفانوس ده انا بوركوا الحاجة برضو ودي برضو المخمستاشر جنيه يارب يكون الفيديو عجبكو يكون جولتي عجبتكو كل سنة وانت طيبين واشتركي في قناتي تمر حنة وقليلي ايه رأيك في التعليقات يارب يكون ان شاء الله كده الجولة عجبتك ان شاء الله هسيب لكم رقم تليفونه في اول تعليق مسبت اللي انا بشاور لكم عليه ده بخمسة وعشرين واللي جنبه بخمسة وتلاتين اشتركوا في القناة